سيتي الإنجليزي كان صدر ضده قرار بخصوص فكرة حرمانو من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين مقبلين صحيفة ديليميلي البريطانية قالت أن فيه 8 أندية من أندية الدور الإنجليزي تقدموا بعريضة إلى محكمة التحكيم الرياضي طلبوا فيها منع تعليق عقوبة الاتحاد الأوروبية للويفا ضد منشستر سيتي ولا تقضي بحرمانو من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين ده طبعا كان بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف والقرار اللي صدر ضد السيتي خلال الشهور الماضية صحيفة البريطانية قالت أن فيه 8 من أول 10 أندية في جدول ترتيب البريمير ليج باستثناء السيتي وشيفلد يونيتد قدموا طلب مشترك للمحكمة الرياضية بيفيد باعتراضهم على تعليق العقوبة بعد العقوبة مصادرت حدث تعليق للعقوبة من 8 إلى 10 أندية اللي في مقدمة البريمير ليج باستثناء السيتي وشيفلد هم اللي تقدموا بهذا الطلب اعتراضا على تعليق العقوبة وقالت طبعا أن دي حملة من بعض الأندية الفترة الجاية عشان تتعلق بمشاركة أكتر من نادي أو نادي آخر في دور الأبطال الفترة الجاية نتيجة طبعا تعليق العقوبة فبالتالي ما فيش نادي زيادة هيخش على أندية الدور الأبطال الأوروبة لكن عقوبة أو عدم تعليق العقوبة هيسمح لنادي آخر يدخل في دور الأبطال الأوروبة لأن السيتي موجود حتى في المركز الثاني فهيسمح بعد الأول والثاني والثالث والرابع أنت بتشيل الثاني من الحسابات فهتاخذ الخامس في الدور الإنجليزي وطبعا في المركز الخامس فيهم نفسها كبيرة جدا من حوالي أربع خمس أندية بتنفسه على هذا المركز طبعا النشاط متوقف لكن محدش عارف بكرة فيه إيه فالكل بيشتغل على هذه الفكرة الفترة اللي جاية تتكلم في تشيلسي منشستر رونيتي تويفل هامبتون توتنهام أرسنال بيرلي تتكلم في حوالي ست سبع أندية بتناقش هذا الأمر عشان يكون لها الفرصة في التواجد في دور الأبطال الأوروبة في حال عدم تعليق قرار إيقاف منشستر سيتي وعدم مشاركته في بطولة اليورو خلال الفترة اللي جاي أكتفي بهذا